طيب هل أنت. ونت ذكي أنت؟ طيب متكد و الله السؤال بمباشر هذا هل بيصدك أنت ذكي لأ 예� symbols صعبة فيه إسمين يستطيعون أن أم ذكي يتوقع بالإمكان طيب كيف تقيس ذكائك أنا؟ كيف تعرف انك ذكي عندي جهاز يا الله طيب خلينا نشوفه الجهاز هذا غيك سفل كذب ما عندك جهاز كهاز ذكاء؟ لا مرحيات مفلي طيب الزحين مرة مستغرب قل لي كيف ممكن تقيس ذكاءك كيف نفسك تسوي لك نفسك انك تجي تغطي مكاني تسوي انقلاب وانت ما عندك ادرى مقومات ذكاء شيخ طيب انت كيف حكمت علي يا الزحين ما عند فين الجهاز ها؟ هات الجهاز حقك اشان نشوف جهاز ايش؟ الجهاز حق قياس الذكاء هاي جهاز من قالك في جهاز؟ مدوبك تقول ما قلت ركلا يجمعها اللي عادة بلا خلوكم معا وركزوا الهدم يقال في عنده جهاز لقياس الذكاء انا عن نفسي ما اقدر اقيس ذكاي لكن اقدر افكر يعني بشكل كويس بس اقدر اقول لك انا ذكي لا صعب انت ذكي انا؟ لا انا اسأل اسأل نفسي اكيد انت طيب انا اسألك صور تاني تفضل هاليوم كلها سينا المشكلة ما جاوب يا جماعة الخير ما جاوب طيب يقول لي انا اسألك انت ذكي عبدالله تفضل اش رايك في اللي في الاب او الام او المعلم اللي يطلق كلمة غبي على ولده او على طالبه يا غبي لو كده زعر كده مثلا يذاكر الحين اختبارات وهو يذاكر ولده والا الام تذاكر ابنها وهنقت كده مع ضغوط البيت وضغوط يا غبي هو كده دقرت عليه مسألة نشب فيها يا غبي ترى هذه تؤثر لا خلنا نكون بس تؤثر ولا لا تؤثر تؤثر اعترف طيب في الجانب المقابل طيب وقت المذاكرة والضغط وللاخره وحل مسألة مثلا ولا جاوب على السؤال هو يذاكر ولا ما شاء الله يعني انتهى من كم درس صفق لها ابو واحدة قال له يا ايش يا ذكي يا ذكي الله ايش اثرها صدقا والله صراحة ما نقرأ شغل ذا لا 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 حقيقة الاعلام مدر ايش لا ترى ما ادر احنا ما في خلونا كذا بحبحاني بحبحاني والشباب في الرحلة صدقي لا حقيقة تأثيرها تأثيرها جدا جميلة على فكرة الانسان بطبعه ترى يعشق ان يسمع الكلمات الجميلة والثناء هذا بطبع الانسان ما في انسان في الدنيا ما يحب يسمع يسمع كلمات جميلة فيها ثناء فيها مدح لما تقولي الانسان ذكي بعض الناس انا عرفهم مبدعين في مجالات مختلفة في التصوير في المنتاج في مجالات مختلفة من يوم يسمع الكلمة الجميلة جوالك قاعد يرن وهذه ترى تسجل عليك وكذا انت انا بالعاني انا بالعاني اشهدي منبه الفاصل مخرج تسعة يا جماعة لا رأي ماذا ما ينحشر أعطي مثال تفضل قبل ما اطلع فاصل من المخرج ما شاء الله بتكع في السماع عندي ابني حسن الله يحفظه الله يحفظ صف ثالث ايه اوقات اخلي مثلا طلعين بر او مثلا الصلاة ما ادركتنا في انصلي في البيت جماعة عنوية اقول لي بابا صلي خليه صلي فيني يحفظ ما شاء الله الفاتحان بزبوط ما شاء الله يحفظ ايات فخليه صلي فيني طبع اطفال في الغالب تناوتهم متقاربة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياك نعبد وإياك نستعين صح صحيح طيب مرة الاولى خلص صلي قلت لبابا صوتك حلو رائع والله صوتك جميل لدك ما شاء الله بارك الله بس صليته سمع كده عدنا جلسة بدي يستغفر يسبح حلو الآن صليه بي الآن فترة هذه والله أسمع نغم إن شاء الله تبارك الله شوف الكلمة كيف أثر أسمعه يرتل طيب فكيف أنت لو قومت الشيء هذا أنك تحثه وتوجهه أنه يسمع تلاوات جميلة قراء طيب أو تسمعه قراء أطفال في سنه واليوتيوب مليان صحيح طيب